أولى فقراتنا وفقرة أنا فقرة حائد صد النهاردة المفروض يعني كنت أحجيب معايا حد عشان يعملي سحر تصدقوا؟ هنممكن نصدق؟ طيب عموماً خلينا نروح لفقرة حائد صد هتقول لي عم إسلام ايه الكلام اللي انت بتقوله ده اقول لك رس انا شفت فيديو غريب جدا ما يصحش ما يصحش لأنه ما يصحش للواحد سمعه ما يصحش يتقال خصوصا لما انت تكون بتتكلم بشكل عبثي على فريق كبير وعظيم بتتكلم عن فريق جوة بلدك في قناة سعودية بهذا الشكل انت ايه الفكرة في هذا الامر يا ميدو مش فيه بتهزر ما عرفش ما يصحش ان انت تهزر اذا كنت بتتكلم بجد دي مصيبة اكبر مصيبة اكبر ما يصحش اللي انت عملته يا ميدو اطلع اعتذر يا اخي حتى للناس اطلع اقول انا اسف ما ينفعش الموضوع اللي انت عملته ده ما ينفعش تقول انا تويتر بتاعي تهكر واسلام دخل سرقه ده اللي بيحصل كل مرة تعمل تبقى يعني يحصل حاجات تعمل كارسة على تويتر يحصل حاجة بعدين تقول اصلي التويتر تهكر وما تهكرش كلنا عارفين طبعا كلنا عارفين ايه اللي بيحصل وانت ليه بتقول الكلام ده المرة دي انت صوت وصورة حتطلع تقول ايه مش كلام يركبوا كلام انا عايز اقول لحضراتكم حضراتكم تعلموا ان انا لعبت في التحجد ده شوية وكل اللي موجودين اصدقائي وصحابي واخواتي وعلى تواصل دائم معاهم الناس هناك منزعجة بشكل غير طبيعي انا مش هقول اسماء غير لما استأذن منهم الاول الناس هناك مستاءة بشكل غير طبيعي قبل كده برضو عملنا فضيحة ميدو معنا دي الوحدة على تويتر برضو واتقالت هاكر ساعتها ومشوه يا ميدو مايصحش اللي انت بتعمله ده يا ميدو عيب انت بتتكلم عن نادي الاهل يا اخي بتتكلم على اكبر نادي واعظم نادي في افريقيا والوطن العربي مش كلامي ده كلام الناس كلها حتى الناس اللي اتكلمت وردت عليك في السعودية ردوا عليك بهذا المنطق مايصحش يعني اخواتنا في السعودية وصلوا لدرجة ان القناة تعتذر قناة السعودية تعتذر الحقيقة انا بشوف ان على الهوى هتعمل ايه تضيف بيتكلم ما تقدرش تعمل حاجة ولكن يجب على الضفء ان يكون عاقل فايق عارف هو بيقول ايه يعني انا بقول اقل حاجة ممكن اقولها مايصحش الكلام اللي حصل مايصحش هذا الكلام على النادي الاهلي الكبير شوفوا في السعودين بيقولوا ايه اخواتنا في السعودية بيقولوا ايه دي صورة الرياضة في مصر وبعدين يرجع يقولك ايه بصوا بقى قناة الاهلي بتتكلم يا جماعة قناة اهلي ايه اللي بتتكلم على ايه هل من المفترض ان نسيب ميدو يطلع يقول حاجة زي دي على النادي الاهلي مش المفروض ان انا اتكلم بس ده المفروض انا اتكلم واللي قابلي اتكلم وقنوات اخرى كمان تتكلم كل القنوات المحايدة تتكلم هذه هي صورة الرياضة في مصر هذه هي صورة الرياضة في مصر من خلال الكلام اللي قاله الميدو يجب ان تقول الحقيق سحر ايه ده انت اللي بتقول يا اخي السحر ده انت قلت بلكده كلام كتير جدا فيما يخص السحر وهذا الكلام عيب ما يصحش اميدو الكلام اللي انت بتقوله انت نجم كبير عندك مريدينك ومحبيك من اوروبا ومن مصر كمان كزمالكوية ولكن ما يصحش الكلام اللي انت بتقوله ده اوروبا تيها كبتميدو اللي انت لعبت فيها دي لما انت عايز توصل للناس ان الاهل بيكسب بالكلام اللي انت بتقوله بالاعمال والسحر كنا كسبنا اخي كاس العالم للاندية لو بالاعمال والسحر كلمني عن الشيخ اللي انت كنت تتاخده في الاوتوبيز ب7000 جنيه ده انتوا اللي اخترعتوا هذه الفكرة يا اخي عيب الكلام ده ما يصحش ما يصحش عيب انت بتتكلم عن بلدك انت لمجرد التقارب لمجرد التقارب بتعمل هذا الامر كلنا عارفين ايه التقارب يعني ايه التقارب والتقارب من مين ايه بياميدو الكلام اللي انت بتعمله ده ميدو ما يصحش اطلع عتزة يمكن يمكن انا معرفش اللي ممكن يحصل لو اعتذرت ولكن يمكن جمهور النادي الاهلي والجمهور في مصر مش النادي الاهلي بس لانه خلي بالك انا في زمال كواية محترامين كلموني وقالوا لي ما يصحش الكلام اللي عمله ميدو ده واللي قاله ميدو لانه هي الفكرة اللي احنا بنتكلم عنها ايه احنا قلنا خلال الفترة اللي فاتت خلاص يا جماعة التعصب والدنيا هديت والامور ماشية بشكل جيد الحمد لله احنا طول عمرنا ما بنتكلمش بالإلا بنكون رد فعل يعني ولكن النهاردة ميدو ولا امبارح ولا اول امبارح في الفيديو اللي كان بيتكلم فيه في السعودية بيتكلم بهذا الشكل سمعنا يا عم ميدو قالي يابلك اتفضل معلومة تانية يا سيف والصور معايا وموجودة ان نادي الزمالك السنة اللي فاتت كلها بيت كامل للأسف ان انا بقول كده على بيتي كان شغال بالشيوخ وان كان فيه شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات ويركب معهم الوتوبيس وبيحضر معاهم المباريات والصور موجودة معايا وكان بيتواجد تقاضى سبع تلاف جنيه في المقراء شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوزة وبأكد لك مرة تانية من الصور معايا وبقسم بالله تاني وحزم امام قدامك يعلم هذا الكلام ان كان فيه شيخ متواجد بيتحكم في كل الخمور ومين يلعب ومين ما يلعب السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت وكان موجود في كل مباراة لنادي الزمالك وكان بيتقاضى لأجر لنادي الزمالك لما جدنا نتكلم في هذا الامر مع زملائي واخواتي في فريق الاعداد لقنا فيديوهات كتير لقنا كتابنا ميدو بس والسحر لقنا كلام كتير جدا مرة مع عمر اديب مرة مع سيف مرة مع فلان مرة مع علان كلام كتير جدا يا ميدو يا اخي عيب عيب ما يصحش ما يصحش اللي انت بتعمله والكلام اللي انت بتعمله ده كلام عاري تماما من الصحة كلهم اخواتي بالمناسبة وانا بحاول ان شاء الله بكرة ولا بعده اجيب ردود افعال من اخواتي اللي في التحجات ده انا محمد نور ده اخويا كلهم ما نفى بشجير كلهم اخواتي عدد كبير من اخواتي في السعودية وزملائنا في التحجات ده زعلانين جدا من هذا الامر مش هما بس بالمناسبة لا مش هما بس لا 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 سعوديين محترمين كتير جدا 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 اللي احنا بنساندهم بالمناسبة في الطفرة الرياضية الكبيرة جدا 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 في هذا الامر في الرياضة في السعودية مين دلوقتي يا بتفرجش على السعودية واللي بيحصل في السعودية والحلاوة اللي بتحصل هناك ولكن مش للدرجات دي عمي ميدو مش للدرجات دي تعودنا عليك في قناة المحور مثلا اللي ما بتطلع وهي قناة وطنية وقناة لها قيادتها الوطنية يعني ان انت بتطلع ماشي واخد سكة الزمالك انا ما عنديش مشكلة اعمل اللي انت عايزه يا اخي ولكن من فضلك اميدو اعرف انت بتتكلم ازاي وبتتكلم مع مين وعن مين عن النادي الاهلي وموقف وانت بتتكلم يا اخي عن النادي الاهلي عيب عيب ويصحش يعني الحقيقة الواحد بتنرفس جدا من هذا الامر لانه انا اصدقائي في السعودية كتير جدا 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 والله العظيم من اول مبارح احلاقات كمية تليفونات الناس بتكلمني بتقول لي معلش يا اسلام ما تزعلش والله احنا يعني الناس اللي هناك انا مكنتش بصراحة انا مش لست متابعا جيدا للميدو يعني ولكن عرفت الموضوع اتفركت على الفيديو يعني عيب عيب يا ميدو انا عمري لو انا طلعت في القناة السعودية وايشرفني طبعا وايشرف اي اي حد فينا زي ما هم بيبقوا يعني يعني بيبقى عندهم الشرف برضو هم يبقوا معانا هنا في القنوات في مصر ولكن لو الواحد طلع عمره ما هيتكلم عن نادي الزمالك بهذا الشكل عمري انا بقولك اهو مش انا بكلمك من داخل قناة الاهلي عمري في حياتي ما اطلع اتكلم عن نادي الزمالك بهذا الشكل عيب ولا الزمالك ولا غيره يعني احنا نادي الاهلي يميدو مش هعدلك البطولات اللي موجودة عندنا في الدولاب هناك عندنا دولاب معندناش كومدين صغير قد كده زي اللي عندك ولا هنا مقصودش نادي أنا بتكلم عن دميدو تحديدا بطولاتنا كتيرة جدا ومحتاجة حلقات كتيرة جدا عشان نتكلم عن هذه البطولات كل مقاومات النجاح والسيطرة والهيمنة على البطولات الحمد لله متوفرة في فريق النادي الأهلي وده السبب الحقيقي والسحر الحقيقي في احتكار البطولات بالجهد بالعمل بالتطوير المستمر بعرقنا مش بالكلام اللي انت طالع تقوله ده ممكن تكون محروق من النجاح أو زعلان ما بلاش محروق دي زعلان من النجاح النادي الأهلي ولكن اتعلم يا ميدو ان انت بتتكلم عن النادي الأهلي زي ما كلنا لو حد فينا بيتكلم عن النادي الزمالك في قناة سعودية او في اي قناة عربية او في قناة خارج مصر يعني لازم حنبقى عارفين بنقول ايه كلنا كأهلوية بهذا الشكل انا بقول لك كلام انا ضمنه من يعني ضمنه 100% لكن ما ينفعش يا ميدو الكلام تا الاحترام والعقلانية وان انت تبقى فايق كده وشايف الكلام بتاعك وعارف الكلام بتاعك مهم جدا في مثل هذه الأمور الكلام لازم يتوزن بالدهب انت بتتكلم في قناة محترمة وعن نادي كبير ومحترم البطولات اللي انت بتتكلم عليها بسخرية دي هي بطولات جبناها بعرقنا تعبنا انا كنت واحد من الناس اللي شافت هذا الأمر اذا كانت الانديل اخرى بتتعب 100% لعبت النادي الاهل بتتعب 200% وبتتمرم 200% وبتحرم نفسها 200% من حاجات كتيرة جدا عشان تعرف تاخد البطولات وتفضل تنافس على كل البطولات انا مش مستقل يعني هالفلوس ممكن تخلي الواحد يعمل كده مش للدرجة دي يجب ان يكون الكلام بميزان من دهب خلي بالك اميدو من كلامك ورأي اطلع اعتذر اللي حصل ده مايصحش وعيب اطلع اعتذر خلينا نروح ونتكلم في موضوعات تانية يعني انا الحياة ما كنتش عايز اتكلم في هذا بس كان لازم اتكلم واقول اللي جواي بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب انا واحد من الناس مش هقولكم ان انا بحب ميدو صراحة مجدبش عليكم ولكن في هذا الموقف فيش حاجة اسمها بحب ميدو وباكره ميدو في هذا الموقف انت بتتكلم عن النادي الاهلي فخلي بالك من كلامك وزي ما انا قلت بالكده كلنا لما نيجي نتكلم عن الاندية الكبيرة دي بنقف واحنا بنتكلم وبنحترم الاندية خصوصا لما يكون بنتكلم في قنوات خارجية خلينا نطلع نتكلم في موضوعات اخرى وخلي بالك الموضوعات اللي جاية برضو مهمة جدا 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 لان فيه ناس مشيت من النادي الاهلي وفاكرة انها ممكن ترجع وتزايد باسم النادي الاهلي هنتكلم في كل هذه الامور بالعقل